اشتركوا في القناة ويحن علينا إذا قسى كل شيء سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء سبحان الذي إذا ذكرته ذكرك وإذا شكرته زادك وإن توكلت عليه كفاك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لا املأ قلوبنا لك حمدا واكتب لنا في قلوب العباد ودا وأمدنا من فضلك في الرزق مدا ولا تسلط علينا من أهل السوء أحدا جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 17 شباط فبراير القمر اليوم استقر في برج الجديد طبعا القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 20 وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية القمر الآن موجود في الجدي منعود لطبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن يسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو مراجعة شركات تأمين زي عمل عقد أو شراء عقد أو حل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتأمينات بالنسبة للزوايا طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية الإختران السلبية اللي ما بين الشمس وزحل اللي مستمر تأثيراتها لغاية يوم 21-2 هاي زاوية بتخلق مصاعب عرقية اللي بتحتاج منها لبدل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22-2 وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي مستمر تأثيراتها لغاية يوم 17-3 وهو اليوم آخر يوم لإلها بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي ذروتها الساعة 55-54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة ما قبل منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات العصر أي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون ذروتها ساعة 8-15 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية صباح يوم السبت هذه زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفة أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية ما عنا اليوم عنا الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد الشعر الطحال جهاز التوازن عشان هيك هاي الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم إننا نعرضها للخطر أو يعني ننتبه عليها وذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل لا حقن ولا جراحة ولا إزالة شعر بالليزر يصلح لقص الشعر التجميل العادي ولكنه لا يصلح لا للصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم راح يكون يوم السبت 18-2 بيبدأ في تمام ساعة 4 و 17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام ساعة 5 و 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 2 و 4 دقائق فجرا بصير عمره 27 يوم نسبة الإطاعة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحس بنسبة 25% القمر في الجدي حتى يوم 18-2 سعيد العام بنسبة 15% ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 45% في ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة 60% في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 70% في ساعات المساء ترجع بتنزل شوي يعني بتصير سعيد بنسبة 45% عطارت في الدلو حتى يوم 2-3 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 منتحس بنسبة 5% المريق في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيتركز جهودكم اليوم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعكم العناد والتحدي حتى ولو اشتدت الضغوط حول أنك تبرروا عملكم اظهروا مهاراتكم ممكن شوي الظروف تكون معقدة أو صعبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعندك شوية عصبية نتيجة الغضب أو الاضطراب فما بجوز اليوم لا مخالفة قوانين ولا العصبية لأنها مش لمصلحتك برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصال البعيد وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنك ما تجعل أي شيء يحبطك لأنها التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع عندك المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر، لورشات العمل، للامتحانات الجامعية، للمقابلات وأيضا للنقاشات برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنه ما تتشبثوا بمواقفكم المتصلبة وحاولوا أنك تكونوا مرمين ومبتسمين أيضا ناقشوا بليونة ودبلوماسية وتكلموا وعبروا عن آراءكم بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأوا يومكم بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل والطلب تعاون مشترك أو بعمل مشترك أو علاقاتكم بأزواجكم الأجواء يعني لأن القمر مقابلك تماما ممكن تكون فيها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك تركزوا بشكل جيد وما ترتجلوا راجعوا حالكم يبلل كلام الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة أهم شيء أنه ما تنفعلوا وما تعصبوا اليوم برج الأسد طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لأن القمر صهر واصل للبيت السادس بيت العمل والصحة مع هيك عندكوا قدرة كبيرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم بس ما تهملوا صحتكم شوي هاي الفترة يعني بتركز على العمل أكثر من الوقت اللي مضى فبدك تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تشتغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرارك وعلى وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو زملائك في العمل أو أحد الأصدقاء وبيكون في عندك عند بعض موليد برج الأسد عمل جديد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب لنشاط فني أو ترفي أو هواية معينة التقرب من الأحبة يعني فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة اليوم متفائلة ممكن تتراجع أو تندم عن تصرف تصرفته في الأيام الماضية أو تحاول ترتيب الأمور بشكل أفضل فترة بناءة وإيجابية استغلها برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية خلال هذا اليوم بوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تكون مضطرب أو مرهف الحس وحساس شوي فبدك تضبط عصابك عشان يعني ما يتسائطر عليك الحساسية اليوم الأجواء جيدة رغم أنه في بعض الارتباك أو ممكن أنك تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء فيه عندك أعمال وانشغالات منزلية وممكن يكون عندك مناسبة أو فرحة عائلية برج العقرب بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات وبرضو هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة بتتمتعوا بسرعة بديهة وقدرة على الإقناع وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات بعض موليد برج العقرب ممكن يهتموا لمسائل إلها علاقة إما بالسيارات أو بالإلكترونيات برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية جائزة دعم ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء إنك تلجأ لهاي الجهة وتطلب المساعدة وما دول إنه لا بتمشي الأمور لحالها فيه دعم كبير إلك اليوم يعني فيه كثير من الأمور رح تمشي لصالحك وتسهل عليك كثير من الأمور وما تسمح أهم شيء لأي شخص بإنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي اليوم القمر طبعا صار عندكم عشان هيك رح تبدأوا فترة جيدة وإيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بيغسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا إنكوا تبحثوا عن أي شيء جديد أو تبحثوا عن أي أمر مميز خلال هذا اليوم اليوم بتعيشوا فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر فترة ممتازة جدا حاولوا إنكم تدخلوا التنويع لحياتكم الشخصية والعاطفية انفراج وتسوي اليوم بيحمل لك برضو برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فلغاية يعني الغد فعشان هيك بتشعروا اليوم بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم انجزوا الكثير من أعمالكم وأخلدوا للراحة بشكل روتيني طبعا مش جهد بأعمال مهمة جدا هاي فترة لأنه شوي بتكون فارغة من كل خبر وكل حسم فحاولوا إنكم تضبطوا عصابكم قدر الإمكان ممكن تواجهوا ضغوط وعراقيل أو امتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية إذا ما ركزت بشكل جيد أو تحزن لخبر ما فما داء في داعي للتسرع اضبط عصابك وما تتخذ قرارات حاسمة برج الحوت بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حاجة تأييد أو دعم لقضيتكم الأجواء بتدعمكم بشكل جيد اجتماعياً اليوم أهم إشي إنه اليوم ممكن يكون لك لقاء مع بعض الأصدقاء أو مناسبة أو حفلة أو تعارف وممكن بعض مواليد برج الحوت يسافروا أو ينضموا لجمعية أو يهتموا لشؤون أقارب الشريك يعني عندهم عدة مجالات اجتماعية اليوم ممكن ينشطوا فيها هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر